موسيقى اللغة العربية هي تعبير على كل حال ما يعبر به كل قوم يسمى لغة على كل حال عندها علوم يعني لكي تصون المتكلم لسانا عن الخطأ في كلام العرب حتى تصون نفسك من الخطأ لكن الخطأ قد يكون لسانيا قد يكون إملائيا في الكتابة قد يكون في الشعر يكون خطأا عروضيا فتخصص العلماء علوما لكل جانب من اللغة احنا العالم اللغوي يشمل ذلك كله احنا نقول العالم لغوي في النحو والصرف والبلاغة وكذا وهي عند العلماء اللغويين اللغوي جزء من علماء اللغة فعننا اللغوي عنا النحوي احنا عنا النحوي واللغوي والصرفي هذا شيء واحد لكن الحقيقة عنا اللغوي هو من يعتني بالمفردات وهذا الأمر يعني مبني على الطبيعة الطفل عندك في الصغير يعني في البيت أول شيء يتعلم هو تركيب الكلمات أو الكلمات ويتعلم الكلمات ويتعلم الكلمات المفردات هذين يسمينها العلماء المفردات بابا ماما سماء أرض كذا يأخذ الكلمات هذه المرحلة هي التي تخصصت فيها المعاجم المعجم يقول لك السماء معناها كذا أرض كذا وإن كان الأرض هذه ما أعرفه كذا الكلمة الفلانية معناها كذا في المعاجم بالألف باء عندك أنت لا تعرف معناك كلمة يعطيك لك معناها هذه المرحلة الأولى هي المرحلة المفردات هي الأولى اللغوي قبل النحوي والصرفي لما تكون كلماتك عربية كلماتك قد تكون كلماتك عربية لكن تركيبك ليس عربيا مثلا الولد الولد ما يعرفش في الأول الأفعال يقول لك مثلا أبي جوع مثلا أبي جوع أكل يعني بغي ناكل يعني جيعان حان هذا التركيب غير صحيح لكن يذكر لك الجوع وذكر لك الأكل وذكر لك أبي المنادة فهذه وظيفة النحوي النحوي يقول لك كينا جملة فعلية وكينا جملة اسمية عندنا جملة اسمية وعندنا جملة فعلية هل يتجاوز مرحلة التطلحات ما يظهر التركيب بنا ومستخدام لذلك لما يعرفوا النحات الكلام كما تعرفون مثلا ابن مالك كلام هنا لفظ مفيد كاستقيم لفظ مفيد أول شيء هو اللفظ يكون عربي قد وضع يعني وضع وضعا عربيا لما تكون كلمات صحيحة عربية هذا علم المفردات كأنها تخطت الحاجز الأمني الأول تفضل الآن جملتك قال لا الفاعل مرفوع المفعول به منصوب فهنا يدخل النحوي كما يقول سبويه ولكن سبويه آخر ليس سبويه المعروف يقول وبعد فإن النحو علم مبين لكيفية التركيب في العربية وغايته صون اللسان الذي يخالفه تركيب أهل السلقة فالنحو علم التركيب وعندنا علم الصرف هي في الحقيقة الصرف قبل النحو لأن الصرف هو يشبه عملية الصياغة كما قولوا بالفرنسي المول يعني أنت تعطيني الضارب تريد أن تعبر عن الآلة التي تضرب بها نقول لك ميفعل مضرب تقول لي هذا يضرب كثيرا أمثلة ضراب ضراب فعال فالصرف يختص في ليس في التركيب الجملة في الصياغة البناء يقول لها البنية والضابط والوزن ووزن يقول لكم ما وزن كلمة كذا فهو يس إذا كانت الكلمة عربية وزنها على الوزن العربي مفعل أو فعال أو مفعل مثل مثلا مسبح مكان السباحة مفعل ما تقول شو مثلا مسبح مثلا نعطيك مثل هذه أيضا هذه تجعلوها فاصلا يمكنكم أن تحدث مثلا عندنا نحن في اللغة العربية الحرف والأعمال الحرف والأعمال تأتي على فعالة فعالة نجارة هايوه نجارة حياكة خياطة هايوه يقول لك ماذا يقول لك سفارة هايوه يقول لها خطأ يعني العربية ما فيها الشهد ليس بابه قياسي وليس السماعيا على كل حال هذه مصطلحات عند أهل اللغة فاتقول لها السفارة وليس السفارة وكذلك من العبارات اللي نراها دائما نجد حلاقة وقصابة وقصابة حنا نكون أصغر نقرأها حلاقة قولوا هو حلاق فكيف يعني كتب حلاقة وهي حلاقة لأن كلها فعالة حلاقة كذلك قصابة وليس قصابة 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 كالناس سمع ويقول لك ها هذه قصابة لا قصابة حياكة خياطة وكذا يا لغتي عربية حسبي لأنك وطنطقي وبياني